إخفاء العناصر المتشارك بها وكيفية الوصول إليها سنتعلم في هذا الدرس طريقة إخفاء رمز واسم العنصر المتشارك به بحيث لا يظهر عند استكشاف العناصر المتشارك بها من خلال الشبكة الطريقة التي يتم بها إخفاء رمز واسم العنصر المتشارك به هي بإضافة رمز الدولر إلى نهاية الاسم التشاركي للعنصر لنقم بتطبيق ذلك اولا سنعرض نافذة خصائص التشارك الخاصة بهذا المجلد كما تعلمنا سابقا ثانيا سنقوم باضافة اشارة الدولار الى نهاية الاسم التشاركي للمجلد رابعا لتطبيق التغييرات يجب ضغط الزر اوكي لاحظ ان رمز المجلد ما زال ظاهرا في نافذة الادات my computer وذلك لان خصائص التشارك لا تنطبق الا عند استكشاف العناصر المتشارك بها من خلال ادوات الشبكة كما تعلمنا سابقا سنتأكد الان من انه تم اخفاء رمز واسم المجلد المتشارك به من قائمة المجلدات المتشارك بها والتي تظهر في نافذة الادات جوار الشبكة ليس هناك حاجة للانتقال الى حاسب اخر لفعل ذلك وانما يمكن القيام بذلك باستخدام نفس الحاسب راقب كيف يتم ذلك لاحظ ان اسم ورمز المجلد غير ظاهر في قائمة المجلدات المتشارك بها بالرغم من انه مجلد متشارك به ان هذه الطريقة مفيدة في زيادة امن المجلدات المتشارك بها حيث انه ليتمكن احد مخترقي الشبكة من الوصول الى احد المجلدات المتشارك بها لا بد له من معرفة اسم ذلك المجلد اما اذا لم يتمكن من معرفة اسم ذلك المجلد فانه سيصبح من الصعب جدا عليه الوصول الى ذلك المجلد السؤال الذي قد يتبادر الى ذهنك الان هو هل من طريقة للوصول الى ذلك المجلد يمكن الوصول الى ذلك المجلد باتباع الخطوات التالية اولا يمكنك الانتقال الى حاسب اخر لتنفيذ هذه الخطوات او يمكنك ان تقوم بتنفيذها من نفس الحاسب الموجود عليه المجلد المتشارك به ثانيا اضغط الزر start ثم اختر من القائمة الامر run ثالثا ادخل شرطتان مائلتان الى اليسار متبوعتان باسم الحاسب الذي يحتوي المجلد المتشارك به ومن ثم شرط مائل الى اليسار واخيرا اسم المجلد لتنفيذ الامر قم بضغط مفتاح الادخال على لوحة المفاتيح لاحظ انه قد تم فتح المجلد انتبه الى انه يمكنك تطبيق نفس هذه الطريقة لاخفاء عنصر متشارك به مع الطابعة ومع غيرها من العناصر المتشارك بها